بعد روايات متضاربة أكدت مجموعة فاغنر الروسية سيطرتها على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا ومقتل 500 جندي أوكراني خالفت فاغنر رغبة الكريملين الذي أكد أهمية عدم التسرع في إعلان الانتصار في سوليدار وانتظار الإعلان الرسمي مشيرا إلى وجود تقدم للقوات الروسية في البلدة بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها حاصرت سوليدار من الشمال والجنوب بينما قصف سلاح الجو مواقع أوكرانية في البلدة هذا الإعلان سبقه تأكيد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن مقاتليه سيطروا على سوليدار بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي مضيفا أن قتال الشوارع متواصل الجيش الأوكراني الطرف الأهم في المعادلة أصدر بيانا قد يبدو يائسا مؤكدا أن البلدة ستبقى أوكرانية تصريحات لا تحتاج لتفسيرات توضح أنها مسألة وقت وستكون سوليدار تحت سيطرة روسيا كل ما يدور اليوم في اتجاه باخموت أو سوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب أي أننا نرى مثل هذا الموقف غير المسؤول تماما بعبارة أكثر لطفا موقف النخبة الروسية تجاه أفرادها العسكريين الذين يموتون هناك بالألاف هناك الكثير من الدماء والمعارك بالمدفعية خاصة في سوليدار اليوم هذه هي البقعة الأكثر سخونة في الحرب السيطرة على سوليدار قد لا تغير وجه المعركة من النحية الاستراتيجية ولكن معنويا سيكون المفعول كبيرا إذ تتصارع القوات الروسية والأوكرانية عليها منذ أشهر لدرجة أن الحياة فيها باتت غير موجودة من شدة القتال لكن سقوط سوليدار قد يمثل نقطة انطلاق للقوات الروسية من أجل تطويق مدينة بخموت القريبة التي تسعى روسيا للسيطرة عليها منذ الصيف الماضي وتقع على خط إمداد استراتيجي بين منطقتين دونياتسك والوغانسك التي تتألف منهما منطقة دونباس أهم منطقة صناعية في أوكرانيا ومن شأن السيطرة على بخموت منح روسيا منطلقا للتقدم نحو مدينتين أكبر هما كراماتورسك وسلوفيانسك وبحسب المخابرات البريطانية فإن روسيا تسعى على الأرجح من خلال محورها في سوليدار إلى تطويق بخموت من الشمال وتعطيل خطوط التواصل الأوكرانية رائد الأخبار معه المزيد أكدت الدفاع الروسية أن جيشها سيطر على المناطق الشمالية والشرقية من مدينة سوليدار وأضافت أن معارك داريا ما زالت وسط المدينة وقال قائد قوات فاغنر الخاصة أن جنوده سيطروا على وسط المدينة وطهروها من ديول المقاتلين الأوكرانيين في ذات الوقت الذي ما زالت فيه معارك داريا بين الجيش الأوكراني والروسي في مناطق غرب المدينة وتشير مصادر إلى وصول إمدادات عسكرية أوكرانية إلى نفس المحور لتعزيز دفاعات كييف بينما تتقدم القوات الروسية من المحور الشمالي نفسه للوصول إلى مدينة سيفرسك التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني شمال مقاطعة دانيتسك بينما تطوق كامل القوات الروسية مدينة باخمط وتنطلق من بلدة أوبطنة نحو العمق في تلك المدينة نحو مدينة إيفانكا ترجمة نانسي قنقر